ثم السيد حفتر وهذا ما فعله الأمير العام في جلسة مطولة مع السيد حفتر علمنا بنهايتها أن هناك نوع من ضوء البرتقالي الأمريكي للهجوم وهذا ما علمناه وفاجأ السيد من أحد مستشاري السيد حفتر وأكد لنا السيد حفتر بلغكم أنهم أخذوا إشارة أخذوا اتصال من السيد بولتن يقول لهم إذا كان عليكم أن تقوموا بالعمل فقوموا به بسرعة بسرعة السيد الأمير العام فكر طبعا يعني أمريكان هم اللي أعطوا الأوامر بالهجوم على ترالس لم أقل ذلك لم يعارضوا ثم جاء اتصال سيد ترامب و سيد حفتر لم يعارضوا لكن نصحوا بالقيام به بسرعة إذا كنتم تردون القيام به قوموا به بسرعة أشرطوه بالقيام به بسرعة أنا لا أتهم الأمريكان بأنهم حرّضوا أنا أقول أنهم كانوا يعلمون وأنهم لم يعترضوا هناك دول أخرى ربما حرّضت هناك ربما دول أخرى ساعدت على معرفة بها أو مجرد تخمين أنا أعتقد أن فوق ليبيا من الطائرات المسيرة المصورة ما يكفي ليكون هناك عدد من الدول على علم بالهجوم لكن أقول لك بصراحة أن الأمم المتحدة ليس لديها طائرات مسيرة وليس لديها جهاز استخبارات إذا الدول لم تخبرنا فليس لدينا وسيلة خاصة بنا لنعلم بتحركات عسكرية بهذا الحجم إلا ما يقوله لنا الليبيون أنفسهم وكان بعض الليبيين أذكر ليبيين اثنين فقط قالا لي عندما بدأ الانتشار في الجنوب في شهر واحد هذه مقدمة للجمع على ترابط ترجمة نانسي قنقر